دشنا محافظ أبيانا لواركن أبو بكر حسين سالم ومعه أمين عام المجلس المحلي مهدي الحامد حاملة التحصين ضد مرض الدفترية بمركز الأمومة والطفولة بمدينة زنجبار ودعا لمحافظ الجميع إلى تعابل مع الفرق الطبية وتسهيل مهامها في إنجاح الحملة لتغلب على مرض الدفترية من جانبه أشار مدير عام الصحة والسكان في المحافظة الدكتور جمال أمذيب إلى أن الحملة تستمر لمدة أسبوع وتستهدف 176 ألف طفل وطفلة من سن ستة أسابيع حتى سن 15 عاما في زنجبار ومختلف مديريات أبيان